جميعنا سمعنا الكثير عن اليابان لكن إلى أي مدى نعرف هذه البلاد معظمنا ينظر إلى اليابان على أنه بلد متطور جدا لدرجة أنه تكون لدينا اعتقاد أنه أكثر المجتمعات مثالية في هذا المقطع سنكشف عن أهم الخرافات والأساطير التي استبغى بها هذا البلد وانتشرت انتشار النار في الهشيمي في مواقع التواصل الاجتماعي فتح موقع نيبون هاشتاغ خرافات عن اليابان على حسابه الناطق بالعربية على التويتر لكشف الالتباس الحاصل لدى العرب عن اليابان منذ ما يقرب من عام ومما هو معروف فإن نيبون بوابة متعددة اللغات تقول إنها مخصصة لتقديم معلومات دقيقة عن مجتمع اليابان وثقافاتها فيما يتعلق بالأخبار والصور الغير الصحيحة فهناك تغريدة لقت انتشاراً واسعاً تقول إن وزير الكهرباء الياباني اعتذر أمام العامة عن انقطاع الكهرباء لمدة 20 دقيقة بالركوع المدة نفسها لكن حقيقة الصورة هي أنها كانت للرئيس التنفيذي الجديد لشركة هوندا وقد التقطت بأول مؤتمر صحوفي له في عام 2015 وما كان من الحسن إلا تصحيح تلك الخرافة المضللة بإعادة نشر التغريدة نفسها والتعرف بموضوعها على نحو صحيح وكان شعار شركة هوندا الظاهر في الخلفية هو أحد الأدلة على روايته وفي ردود أخرى على مثل هذه الشائعات استخدم الهاشتاغ لشرح أن الشعب الياباني لا يستطيع طباعة جواز سفر جديد في ثلاث دقائق حتى الآن كما أنه ليس بإمكان المدخنين في اليابان إشعال سجائرهم بالمطاعم إذ استخدموا أغطية مخصصة للتدخين وردا على هذه الشائعة نشر على الهاشتاغ إياه تغريدة قيلة فيها إن هذه الصورة قد انتشرت على نطاق واسع على اعتبار أنها من اليابان وهي لا علاقة لها باليابان تماما وعلق قائلا على هذه الصورة أنها معدلة من خلال برنامج الفوتوشوب وتم نشرها منذ عدة سنوات من قبل أحد المواقع الساخرة الذي يقول أنه بإمكانك تدخين الماريجوانا في أحد فروع مكدوناتز بولاية كولورادو ونفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية صحتها نشر تلك المعلومات الخاطئة والأساطير الغير الصحيحة ليس من باب السخرية والاستهزاء بل إنها أحد أوجه الاحترام المفرط لليابان في معظم البلدان العربية ليس من الغريب العثور على عبارات مثل كوكب اليابان على الشبكات الاجتماعية العربية عندما ينشر المستخدمون حقائق مرحة تعجبهم بشأن البلد ويعنون بتلك العبارة أن البلدان متقدم تكنولوجيا وثقافيا لدرجة أنه قد يكون على كوكب آخر ومن بين الخرافات التي لم يظنها البعض هكذا هو أنه يوجد يوم للمعلم في اليابان يقوم خلاله الطلاب بغسل أقدام معلميهم قد تخلقوا تلك التصورات حواجز زائفة بين الأمم ويجب أن يعرف العرب أن اليابان بلد عادي وأن شعبها مثلهم بهم خيرهم وشرهم نحن نؤمن بأن ثقافة اليابان لديها جوانب غنية ولكن تلك الخرافات تعد تشويها اشتركوا في القناة